بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمعوا أحبتي ماذا أعد الله للشام الأيام القادمة أيام خير وأمن وأمان وبرك بإذن الله إذا أردت الأمان على نفسك وأهلك ومالك عليك بالشام الشام بلد الخير بلد الحق بلد الخلق الكريم بلد الملاحمة والبطولات وفصطات المسلمين قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا ولمننا وقال أيضا إن الله تكفل لي بالشام وأهلها نحن بالشام نعيش بفضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه طوبة للشام طوبة للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله فقال لي أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها وقال أيضا لأبيه بابا أمه الشام خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرةه من عباده نحن نعيش في خير البقاع فمن صبر غفر سيقوم الشامر كبهه حاملا رسالة الإسلام العظيم ليسحق الروس والمجوس المعتدين وينتصر على الروافض والمصيري المجرمين وما ذلك على الله بعزيز قال عليه الصلاة والسلام إما الشهادة أو النصر والحمد لله رب العالمين ما شاء الله تبارك الرحمن بوركت يا ولدي يا أسلام شكرا لأبي